اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لمن هم في الاسفل خريطة من الخضايا خريطة من التحديات خريطة من الهموم الكبرى التي تتعلق بمن هم في الاسفل احنا عاوزين نتكلم على عدة امور اساسية بتتعلق بهذا الامر لانه اللي في الاسفل دولي يجب انه هم يكونوا محط رعاية من في الاعلى اللي في الاعلى لابد وان ينظر الى هؤلاء باعتبارهم محط رعايته والامانة المكلة اليه والمسئولية الملقاة على عاطقه لانه هؤلاء جميعا هم محط نظره ومحط رعايته لما بنقول كده بنقول انه كمان انه المسألة التي تتعلق بالاعلى انه يقوم بعمل يتعلق بقيامه بهذه الامانة والمسئولية بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار يقوم بعمل سياسات واجراءات ويبني مؤسسات ويقيم استراتيجيات لمواجهة مثل هذه التحديات الكبرى والقضايا التي تتعلق بهذا المجتمع بهؤلاء من هم في الاسفل المسألة التالتة المهمة جدا في هذا السياق انه على هؤلاء من هم في الاعلى ان يقوموا بتحديد ما يمكن تسميته بخريطة كبرى لهذه القضايا وهذه التحديات ووضع استراتيجيات واولويات لانه هذه القضايا لا يمكن ان تحل دفع واحد مهم جدا ان احنا نتكلم على عالم الاولويات اللي بيتعلق بسفينة المجتمع سفينة المجتمع هذه لها احتياجات هي ده الاصل الذي يجب ان نقف عنده لها ضرورات يجب ان نتعامل معها بالليل وبالنهار المهم كمان في هذا السياق اللي احنا عاوزين نتكلم عنه انه هم في الاسفل في اطار مسألة مهمة جدا تتعلق بضرورة المشاركة هم مش في الاسفل هيبقوا في الاسفل لأ ده احنا بنقول انه هم هيمروا على من فوقهم ليحصلون ماءهم الماء ده هو اصل الحياة هو ده عالم ضرورات بتاع الناس ومن ثم عملية الحراك المعاشي والحراك المجتمعي ده ده مسألة مهمة علشان مسألة الخطيرة اللي بعض الناس بيقولوا انه هذا الشعب لما هيقوم بالمطالبة باحتياجاته وفي مطالب ثقوية وكل هذا الكلام انا عاوز اقول لكم انه هذا الشعب شئي وتعب لازم نأخذ شقاءه في حسابتنا ولازم نضع مشكلاته فوق بقوسنا والتفكين في حلها حل ناجع وفعال وناجس هذه مسائل ما فيهاش فصار علشان كده انا بقول ان المطالب الفقوية دي مطالب حقيقية اللي بتسمى فقوية دي مطالب حقيقية محدش يزايد على شعبنا ولكن المسألة الاساسية اللي احنا حاوزين نقف عندها ان احنا بنتكلم عن طبيعة مسئوليتين المسئولية السابقة والمسئولية اللاحقة ايه الحكاية بتاعة المسئولية السابقة والمسئولية اللاحقة اولا انه هذه المسئولية السابقة بتصب بشكل اساسي في سياسات النظام البائد النظام البائد صنع المشاكل في هذا البلد لما ترك النظام البائد وقامت الصور عليه في 25 يناير ترك لنا جبال من المشكلات ترك لنا جبال وساحة من المفخخات والالغام لازم نقول ترك لنا مساحات هائلة من الفساد ترك لنا اشياء كثيرة جدا انا بقول تنوق بحملها الجبال لكن ده مش مبرر ابدا ان احنا نقعد عن مواجهة هذه التحديات لان بنقول ان الصورة دي لما قامت اللي هي صورة 25 يناير قامت بحكتين مهمتين الشيء الاولاني انها رفعت شعارا اساسيا هو عيش حرية كرامة انسانية عدالة اجتماعية الشعار المهم ده كان شعار غاية في الاهمية لانه بيحدد العناصر الاساسية والاستراتيجية اللي يعمل بها اي سلطة في هذه الدولة تعمل لها ملف يتعلق بالعيش الكريم ملف يتعلق بان المسألة التي تتعلق بالافقار في بر مصر اللي حصل من النظام البائد اللي كان بيجعل من هذا الافقار واحد من سياساته مش التنمية الحقيقية لهؤلاء جميعا العيش الكريم له مواصفات تتعلق بهذا الوطن انتوا عارفين انه احنا البلد الوحيد اللي بيسمي الخبز عيش لانه هو العيش الذي يتعلق بالانسان وعيش الانسان ده لازم يحصل عليه بكرامة ويحصل عليه بسهولة لانه من اولويات الحياة لما بنقول العيش هو بالظبط زي الماء يحصلون ماءهم اللي بيطلعوا عشان يحصلوا ماءهم على السفينة ده زي ده ولذلك لما لقيهم بيطلبوا برفع مستوى معيشتهم ده مش حرام ولا عيب لكن ده من حق الناس اللي شئيت من حق الناس اللي تعبد لما نيجي نتكلم على العمل التاني الذي يتعلق بهذا الشعار فهو مسألة تتعلق بالحرية دية المعادل المعنوي في فكرة الكرامة الانسانية ايوة الانسان مش بس يملى بطنه ولكن الانسان عاوز يشعر بحريته وكرمته المسألة الاساسية اللي بتتعلق بهذا بتتطلب مننا بناء مواطن كريم له مكان في هذا الوطن في داخله وفي خارجه ودي مسألة مهمة جدا يبقى احنا بنتكلم على الحرية والكرامة الانسانية باعتبار ده مسألة اساسية تتعلق بكيان الانسان ومعنويته في ممارسته الحرية المستبد كان للأسف الشديد قتل فينا روح الفتوة وحب يخلق عبيد احنا مش مجتمع عبيد احنا مجتمع حر يجب ان يكون هذا المجتمع الحر يمارس فيه كل احد حريته المسؤولة والملتزمة الكرامة الانسانية دي اطلاقا مش اي احد يمكن ان يتنازل عنها لا الانسان نفسه بيتنازل عنها لانها كرامة من رب العالمين لمخلوقيه للانسان في كل جوانبه وفي كل كيانه علشان كده انا بقول كرامة الانسان لا تقبل الطغيان ولا تقبل الخنوع اطلاقا لان المسألة التي تتعلق بقرامة الانسان هي في ممارسة فعلا حريته ولازم تحرره من كل عبودية بما فيها المسائل التي تتعلق بمعاشه واقتصاده الامر الرابع في هذا الشعار عدالة اجتماعي العدالة الاجتماعية اصل من الاصول التي يجب ان تكون من الاصول المرعية احسن الناس تفتكر ان المسألة هو زي ما اراد هذا المخلوع اللي اراده المخلوع هو نهب مصر المنظم نهب مصر لمصلحة فئة كي يكون دولة بين الاغنياء لا احنا المبدأ كي لا يكون دولة بين الاغنياء لازم كل شيء يبقى عينينا على الفقراء من هذا الوطن عينينا على ان احنا نجعله في شكل الانسانية المتكملة والمواطن الكامل الذي يحصل على كافة حقوقه الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وكل الحقوق اللي انت تتصورها من الموارد الدولة لازم تعيد توزيع الموارد نعم احنا بنقول ده لانه ده مسألة اساسية ولما بنطالب باشياء معينة هي قائمة على تأسيس بنيان للعدالة الاجتماعية يشعر فيه كل احد انه له نصيب في هذه الموارد التي تتعلق بالبالد لازم نوزع المغانم ونوزع المغامم مسألة غاية في الاهمية في هذا السياق ولازم نقول انه هذا الامر يحتاج مننا حزمة من السياسات المهمة في هذا الاطار لو احنا بنتكلم على سفينة المجتمع بنتكلم انه محدش ابدا يقدر يمنع هؤلاء من مطالباتهم لانه ده حق ارتفاق اساسي ايه هو حق الارتفاق الشيء اللي يتعلق بالمنفعة العامة وما تقدرش تمنعه عني ايوة المية لازم احصل عليه الخبز ووغيف الخبز لازم احصل عليه كل الامور التي تتعلق بامني واماني لازم احصل عليه كل هذه المسألة التي تتعلق بالخدمات لازم احصل عليه ولذلك الشيء المهم جدا في هذا السياق ان انا عاوز اتكلم على ثلاث حاجات مهم نمرة واحد مستوى الخدمات الان في مصر اللي بتشير الى الجهاز الاداري الجهاز الاداري لسه مترهد ومتكلس وما بيقومش بضوره في حياة الناس لازم نؤكد على ده لازم نؤكد انه المهمة الملقاة على عاطق هؤلاء كبيرة في النهوض بحياة الناس ونقلوهم نقلة نوعية في هذا الاطار لما نقول انه في صنصفت مش قادرين يشربوا مية نظيفة يوب احنا مسؤولين عن كده وما حدش يطرب من مسؤولية لازم نقول انه المهزين مسألة مسألة خطيرة وهي بترتبط بصورة كبيرة في معالجتنا الاستراتيجية انا بسميها استراتيجية المياه استراتيجية المياه الناس كلها بتتكلم ان الحروب الجاية على المياه ولذلك لازم نخوض هذا الامر باعتباره مسألة امن قومي وامن انساني هو ده المعنى اللي احنا عاوزين نتكلم عليه لما يحصل ده صنصفت والناس طبعا مستشفيات يبقى معناها ان احنا ما قدناش واجبنا وان احنا علينا ان احنا نعمل في هذا كمان بنقول قد ايه احنا اهلنا النيل نلنا اتهان مننا من التعديات المختلفة التي تتعلق بهذا الشأن تعديات على النيل طول ما انت ماشي بتشوف قد ايه بتلقى كل القذورات في النهر العظيم قال النيل لما يقن مننا ويقول انتوا ما بتحفظونيش ولا بتحفظوا المية والماء اللي المفروض هو سبب حياتكم يعني ايه ده معناه ده معناه ان احنا ما عندناه سياسات حقيقية ولا استراتيجية حقيقية تتعلق بمياه النيل لما بنتكلم عن مياه النيل بنتكلم عن بعد خارجي كمان بعد الامن قومي حصة مصر في مياه النيل جزء لا يتجزأ من عمل سياسة خارجية نشطة نشطة في ايه في دول حوض النيل مشروعات تعاون يجب ان تكون كل الامور التي تتعلق بقدرات هذا التعاون وعلاقات التعاون يجب ان تستمر في هذا الاطار ليه؟ لانه مش بالقوانين ولا بالاتفاقيات تقدر تحافظ على مثل هذه الامور امال بايه تقدر تحافظ تحافظ على هذا بمنافع متبادلة ومصالح مشتركة وقادر تعمل كل ده مع دول حوض النيل هو ساعتها هيحس بالعدل هيحافظ على حصتك زي ما انت عاوز تحافظ عليها مسألة مهمة يبقى احنا بنقول ان استراتيجية المياه دي لا تقتصر يمكن سنصفت كانت مناسبة علشان تقول لنا ادي ايه احنا احملنا هذه الاستراتيجية في حق الناس بما يحقق امنهد انساني وفي حق النيل الذي يعد شريال للحياة وفي حق علاقتنا مع دول حوض النيل التي يجب ان تتوصد وتتكرس لانها هتحمح الصطنة وتحقق امننا المائي اللي هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي الامر التاني المهم في هذا الاطار هو الامر الذي يتعلق به الحد الادنى والحد الاعلى للاجور والدخول خلينا نقول انه الناس مش هترضل حط اديها على خدها الامر المتعلق بالاجور امر مهم جدا في هذا السياق مش فالزورة هي المسألة اللي بتتعلق بالحد الادنى والحد الاعلى دي مسألة ابسط ما تكون ايوة فيها مشكلات لازم نزلل هذه المشكلات ايوة فيها عقبات لازم نتعامل مع هذه العقبات لازم نؤكد على المعاني التي تتعلق بهذا الامر لانه جزء لا يتجزأ من ملف العدالة الاجتماعي مش ممكن ابدا هذا الظلم الرأسي الرأسي لما واحد ياخد مليم واحد ياخد مليون يبقى احنا بنظلم اهلنا وبنظلم شعبنا المسألة الاساسية بتتعلق هنا بقدرتنا على معالجة هذا الامر يجب ان نعالجه بكل انصنوفه بكل مشكلاته بكل معطياته لانه الحد الأدنى والحد الأخصى للأجوم الناس مصوره لنا وده حكم قضائي واجب التنفيذ لازم السياسات التنفيذية تقوم على قاعدة من هذا وانا بقول لكم انه لما تحصل نوع من المطالبات في القطاعات المختلفة يجب انت يكون عندك استراتيجية تسكن هذه المطالبات في صورة عامة يعني ايه؟ يعني اذا سكنت المطالبات دي في مسألة تتعلق بنقلة نوعية تحدث بعد ما تصدر تطبيق وآليات التطبيق فيما يتعلق بالحد الأدنى والحد الأعلى للأجوم ولما تضع حد أدنى وتضع حد أقصى دي مسألة مهمة جدا وهي شعور من المواطن أنه يشعر بالعد كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم مسألة أساسية تتعلق بهذا نعمل السياسة العامة ونطلب من الناس يصبروا علينا في المطالبات الفئوية والمطالبات القطاعية نكشفهم بس نعمل ايه في التانية؟ نقوم نجدول المشاكل ونضع لها أولويات ضمن الخرائط الكلية التي تتعلق بقضايا ومشاكل وهموم وتحديات هذا الشعب لو إحنا كمان عاوزين نتكلم عن الشيء التالت والأخير في سفينة المجتمع فهو أم يتعلق بالملف القبطي أو الملف الطائفي زي ما بيقولوا عليه عاوزين نقول وبنوجه الكلام للدولة الهولندي بنقول لهولندا لا تعبسوا بهذا الملف هذا الملف خط أحمر هذا الملف لن يدول بأي حال من الأحوال المسيحيين في أعين هذا الوطن وهم مش هنقول جزء أو مش عارفه لا ده نسيج من النسيج عيش واحد مشترك وأي شيء يهدد هذا العيش الواحد المشترك يجب أن يكون من ضمن عملنا لمواجهة أي شيء يتعلق بسفينة المجتمع الملف الذي يتعلق اللي قالوا عليه ملف التوترات الدينية أو ملف الطائفي تجاوزاً يعني هذا الملف يجب أن نعالجه لا باعتباره مسألة أمنية ولا مسألة دينية مش هو كده فقط ولكن هذه المشكلة مشكلة مجتمعية مدنية تنموية هذا هو الأمر الذي يتعلق بهذا الملف لازم نحل مشاكل الفقر عشان نحل المشاكل اللي بتتزيع بزي ديني أو بزي طائفي وبتحرك كل أنواع التعصب أو كل أنواع التمييز سفينة المجتمع محتاجة منا عمل كبير لأن هموم المجتمع أكبر ومساحة خرائط التحديات أشد ومن ثم إذا اجتمعت علينا المشاكل فلنجتمع نحن على المشاكل أيوة فلنجتمع نحن على المشاكل على مسؤوليتي سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر